اشتركوا في القناة اين اجد الراحة قال حكيم سألت زماني سؤال هل الراحة بالموت ودخول القبر ام باللعب وطول الصهر ام الحل اعتزال الناس ام البكاء حتى ننفجر فاجابني الزمان وقال ليست الراحة بشيء مما ذكر بل انما الراحة ستكون بذكر الرحمن وقراءة القرآن لاخر ايام العمر فاعظم راحة تشعر فيها بلذة القرب من الله سبحانه وتعالى وهو ان تستشعر قوله تعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته